ابني عنده خمس سنين ونص ومشكلتي معاه انه على طول بيعيط وانا قلت له يعمل حاجة هو مش عايزها يقعد يعطي لوحده كده وفي الفصل بيعيط بابا بيكلمه يقول له اي حاجة بيعيط يعني وانا ايه نتكلم وتبين وجهة نظرك احسن من العياط كتير مفيش فايدة المشكلة اني بتنرفز هو ده لما بيعيط وابتدي ازعى لانه بيعيط واسيب الموضوع الاساس يا ريت حضراتك تقولي لي خطوات بصي اسمعي انت سمعتي الاول لحلقة النهاردة اسمك ايه سمعتي حلقة النهاردة يو يو حسن حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا وجواب على الامر ده انا مش هتكلم معاك لما ببطل عياط وعندي اختيارات تحفة جدا جدا انتوا فاكرين بص انا بعمل ايه موطيها صوتي وبتحك ماناش بتحك قوي يعني ولا مقشرة قوي 111 ولا كده عندي اختيارات تحفة بطل عياد حشان اقول لك عندي اختيارات جميلة فاكر وكني عاملة معاك فاكر كده انت انت انهي وش في دول وطلع ادوات المشاعر انت انهي وش في دول الوش ده ولا الوش ده ولا الوش ده ولا ده اختار هيعمل ايه هيفكر فلما يبتدي يفكر اللي حصل يطلق بطل فصين افكر بده ولا ده اختار ده ولا ده فيبتدي المخ ايه يفصل ملعيات او هو احنا يعني فيش اي اي حاجة خمس سنين مفيش اي عصافير طايرة في الجو ولا عندي اي مروحة شغلة واحنا في الشتاء بعمل ايه بفصل بص فوق بص فوق ويفصل ايه المفاتيح المفيش اي مفاتيح مش عديكزب طبعا انا نقول حاجات حقيقية يعني بعمل ايه يفصل لازل مخ ويفصل بفصل ايه ما حط ايدي كده على عيني كده وبعمل طيب وبعدين عندي اختارات طعفة انت لانا الوش ده اوكي تمام بطل عياد علشان نتكلم بطل عياد مش هسمع انا مش بسمع العياد لكن بسمع الكلام انا مش بسمع العياد بسمع الكلام اراجوز واحنا سبعمائة اراجوز عيالك يعني مستهدفك رقم واحد يعني صلاحهم واتزنهم النفسي ومخهم المتزن وعقلهم في التفكير وظيفتك 12 سنة دول حتى 12 سنة بعد 12 سنة بتيدي امسي كابوم من الجرفاطة بتاعته لكن قبل كده انت من الاول والاخر ان هو يساعد لكن انت اللي في الامر ده الفكرة في ايه ان انا بس بس افصل حجز العياد بعد كده ادوات الاختيار حابب ده ولا ده طب انت جواك ايه احنا قلنا المرة اللي فاتت ادوات المشاعر ممكن اساعد انت مستاء طب انت متضايق انا حاسة ان في طب العيو قده الدموع ده دموع حقيقية دي دموع ملحة على فكرة دموعتها مسيح دموع العب هي بيعمل ايه الواد بفاكر ام بتقول ايه وايه اللي بتعمله وايه اللي كزا وايه بتاخد دموعه خلاص بطلنا ابتدى اتكلم اقعدوا ومستوايا بص الخطوات مستوايا اقعدوا على رجلي اقعدوا على طربيزة يبقى عيني مستوعني مش انا بكلمه انا فوق او انا بكلمه انا نايمة او انا بكلمه امعرفش بعمل ايه او عمالة ببخ فيه لا اه سيبلي في ايدك وبصيله احاوس ايه اقول اماما حاوس ايه بالراحة كده هتلاقيه هو ذات نفسه انتبه وبطل زن عشان يسمع صوتك هو صوت الزن مخليه اعمل له جو عارفة انت الموسيقى الخلفية بتاعتهم هي الزن الموسيقى بتاعتهم فعشان يسمع انت بيقولي وات صوتك حيسكت ويسمع ويبتدي يعبر عن مشاعر اعميلي كده ابنتي اتصل بي تاني او بعتلنا تاني يقولولي النتيجة بقوصلت لفين واحنا نكمل معاك